عناصر القوائم المالية عناصر قائمة الدخل وتحتوي قائمة الدخل على العناصر التالية الإيرادات وهي عبارة عن التدفقات النقدية الداخلة أو أي زيادة في قيمة الأصول أو النقص الذي يحدث في الالتزامات نتيجة إنتاج وتسليم السلع أو تأدية الخدمات أو الأنشطة الأخرى المترتبة على ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي أيضا المصرفات وهي عكس الإيرادات عبارة عن التدفقات النقدية الخارجة أو النقص الذي يحدث في قيم الأصول أو الزيادة في الالتزامات لنفس السبب السابق أيضا المكاسب وهي الزيادة في حقوق الملكية أو صاف الأصول الناتجة عن الأنشطة العرضية للمنشأة أو الناتجة عن أي عمليات أخرى تتم خلال الفترة المالية ما عدا تلك التي تنتج عن الإيرادات أو الاستثمارات بواسطة الملك الخسائر هي عبارة عن النقص الذي يحدث في حقوق الملكية نتيجة الأنشطة العرضية للمنشأة أو نتيجة عمليات أخرى تتم خلال الفترة المالية وذلك أيضا فيما عدا المصروفات أو توزيعات الأرباح على الملاك الدخل الشامل وهو عبارة عن التغيرات في حقوق الملكية أو في صاف الأصول التي تحدث خلال الفترة نتيجة المعاملات والأحداث غير المرتبطة بأصحاب الملكية والتي تتضمن كل التغيرات في حقوق الملكية خلال الفترة ما عدا تلك التي تنتج عن الاستثمار بواسطة الملاك أو التوزيعات عليهم ثالثا المكون الثالث من مكونات الإطار الفكري للمحاسبة المالية مفاهيم القياس والتحقق والشكل التالي يوضح مفاهيم القياس والتحقق والتي تحتوي على كل من الافتراضات الأساسية المبادئ المحاسبية ثم القيود التطبيقية والافتراضات الأساسية هي عبارة عن أربعة افتراضات أساسية تتمثل في استقلال الوحدة المحاسبية استمرار الوحدة المحاسبية الفترة المحاسبية ثم وحدة القياس النقدي أما المبادئ المحاسبية فتتمثل في مبدأ التكلفة التاريخية مبدأ تحقق الإيراد مبدأ مقابلة المصرفات بالإيرادات لتحديد الربحة أو الخسارة أو لتحديد نتيجة العمليات ثم مبدأ الإفصاح الكامل وهناك العديد من القيود التي تواجه المحاسب عند تطبيق النظام المحاسبي أو عند تطبيق المبادئ والافتراضات التي ذكرناها سابقا وتتمثل أهم هذه القيود في التكلفة والعائد في الأهمية النسبية في ممارسة الصناعة وأخيرا الحيطة والحزر أولا الافتراضات الأساسية وكما ذكرنا أن الإطار النظري للمحاسبة المالية ينطوي على أربعة افتراضات أساسية هي واحد فرض استقلال الوحدة المحاسبية ويعني استقلال الوحدة المحاسبية استقلالها عن ملاكها وعن المنشآت الأخرى بمعنى أن الشركة تكتسب شخصية معنوية بمجرد إنشائها تعتبر شركة مستقلة تماما عن ملاكها وبالتالي فإن المنشآت تعتبر وحدة اقتصادية مستقلة ويترتب على هذا الاستقلال فصل جميع عمليات الشركة وأموالها والتزاماتها عن الأموال والالتزامات الخاصة بملاكها الفرض الثاني فرض استمرار الوحدة المحاسبية ويعني هذا الفرض أن الشركة أو المنشآت وجدت لتستمر ويترتب على هذا الفرض تقويم معظم الأصول بالتكلفة التاريخية وأيضا التمييز بين الأصول المتداولة والثابتة والالتزامات أيضا القصيرة الأجل والطويلة الأجل ويلاحظ أن الأغز بهذا الافتراض يترتب عليه إهمال حالة تصفية المنشآة ثلاثة فرض الفترات المحاسبية الدورية أو فرض الدورية وهذا الفرض مرتبط بالفرض السابق وهو فرض الاستمرارية حيث أن الفرض السابق ينص على أن المنشآة إنما وجدت لتستمر والأمر يتطلب ضرورة قياس نتيجة نشاط الوحدة المحاسبية من فترة لأخرى حتى نتعرف على ربحيتها أو خسارتها ولقياس نتيجة نشاط الوحدة المحاسبية فالأمر يتطلب الانتظار حتى تتم تصفية الشركة لكن كما قلنا نظرا لحاجة الجهات المستفيدة إلى معلومات مالية دورية كان من الضروري أن نقسم نشاط الوحدة المحاسبية إلى عدة فترات متساوية الأجل قد تكون شهرا أو فترة ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية يمكن خلال هذه الفترة قياس نشاط المنشأة وإعداد القوائم المالية في نهاية كل فترة وتحديد نتيجة النشاط وما يتطلب ذلك من تخصيص العمليات تخصيصا زمنيا بشكل مناسب على الفترات الزمنية المستحق الفرض الرابع فرض وحدة القياس النقدي وهذا الفرض يعني أن المحاسبة تفترض أن النقدية تعد وحدة قياس نمطية ملائمة لتحديد وتقرير أثر العمليات والأنشطة الاقتصادية أي تعتبر أداء سهلة ومفيدة للقياس والتحليل المحاسبي وبالتالي يتم استخدام الوحدة النقدية الريال أو الدولار كوحدة قياس نقدي وينبغي ألا تتغير قيمتها بمرور الزمن حتى تتمكن من القيام بدورها كوحدة قياس نمطية ملائمة وهذا الفرض لم يأخذ في الاعتبار ما قد يطر على الوحدات النقدية من تغييرات القوى الشرائية خلال عدة فترات زمنية